كما يقولوا وكلاء اللاعبين يتحكمون فيها الأندية وفي بيها وشراء اللاعبين عايزه المقولة ما زالت قائمة؟ في مصر أعتقد أنه بنسبة 85% موجودة قائمة ممكن تشرحها أكتر بمعنى إيه؟ أشرحها أكتر إزاي؟ يعني هل هو الوكيل هو اللي بيروح يشتري اللاعب ويختار اللاعب؟ أنا بقول له 85% من مركة المصري متحكم فيه الوكلاء طبعاً، ده مونت مغمض وبعد كده الوكيلات مش هو مثلاً اللي هو ماضي مع كذا هو ماضي، لا خالص، هو على حسب مين رايح فين يعني هو ممكن يكونوا يعرف يعني مفيش رولز، مفيش قوانين، مفيش أي حاجة تنظم العلاقة ما بين الوكيل واللعيب والنادي، فيش أي حاجة خالص زيرو، هو الراجل الرئيس النادي عايز اللعيب ده، حسن جابوله بقى مصطفى جابوله مش مهم ماضي مع مين يجي ويمضي وتمام، وبعد كده يحلق ألف حالات ولا لازم حسن بس؟ طبعاً ما هو ده عشان كده بقوله 85، في حسن موجود هنا وسايد موجود يعني فيه حاجة بقى كده، تفهم؟ وفي الآخر النادي مش بيجيب الأفضل بالنسبة له، بيجيب اللي هو بيجيب دايماً فيه الوتيشن قد كده في اللعيبة، هل هو فيه حد بيقعد في مكانه؟ لا طيب وللأسل، كنت تسمى كده مع بعض الأصدقاء يقول لي إيه، حلو شغلان تلعيب الكرة دي يعني أنا حتى لو فشلت في نادي، هروح لي نادي حسن منه كمان، وبأخذ فلوس أفضل أيوة، وبعد كده، وفيه ناس لا، فيه ناس بتشتغل على طول، هتلاقيها في كل سنة في نادي هات آخر أربع سنين، هتلاقي أنا بأتكلم فيك هات اسم ما يعني، هتلاقيه بيعدي على أربع أو خمس سنوات وده على المدربين برده، وخلاك ده بيأثر بقى على الصناعة نفسها فاهم؟ على فكرة، الكلام ده بيجيب للناس فلوسه وبتاع ودي شغلات لكن ده بيضر القرى المصرويز، ده بتكلم مع القرى المصرويز، صح؟ طبعا، ده أكتر حاجة بتضر، لأن مفيش أي حاجة تنظم العلاقة، انت قاعد في سوق بره الدنيا معارفة، انت حبيب انت وكيل وتفضل، انت مين يا حبيب صاحب، وطلع بره هنا مفيش الكلام ده، هنا مين؟ اللي عليك يجبولي، اللي عليك يجبولي المكتب بقى كده انت ممكن يكون واحد قاعد في نادي مثلا، يكس مثلا، ويخش نادي تاني خالص ويقعد مع المدير الفني ويطلع الكلام ده بره مش موجود، فاهم؟ عزي ما يفعش تكون على زمبت نادي تروح نادي تاني تتفاوط، ده شوف البجاحة، تتفاوط جوه نادي التاني تفاهم يعني ايه؟ عادي، بقى فيش موافقة، ولا فيه زبط، ولا فيه ربط، فاهم؟ المنظومة اللي عايز تتربط من فوق دي، مين المنوت بيها؟ نعم؟ مين المنوت بيها؟ يعني ايه؟ المنوت بيها، اتحاد كرة، ولا كل إقدارة نادي اللي واحدها؟ اتحاد كرة طبعا، اه، يعني انت داخل الجامعة مش انت عندك رولز معينة، عفكرة الانديها لازم تتابع السيستم اللي هو حط، صح؟ ولو مش عارف يحط السيستم، بقى لازم هم يساعدوه بقى، لكن لازم يحط السيستم مش كل نادي وطريقته وكل نادي وعقده، وبقى كده اللي احنا النهاردة في ايه؟ 2000 كامل؟ 2000؟ انت بتتملق أربع عود يا كريم؟ بإيدك، لجاية دلوقتي، فيه أربع عود، انت عارف يا ديه أربع عود، عشان كده الناس بتتمدي على بعض هنا، هو لسه الراجل هيقضي يكتب أربع عود بإيده وانت تمدي، فيه كده في الدنيا؟ طب وبعا كده تقرس ازاي؟ أصلا الشروط الخاصة، فيه حاجات مرعبة، زي ما انت الصور انت طلعتها دي، حاجة مرعبة، الراجل ليه عامل اي دار يقضي أربع ساعات يقضي يمدي، وبعا كده اللي هو غلطة، هات كوركتر، وطبعا اللعب الطيب الغلبان دوت، هم شهد يارى كل دوت ويكتب كل دوت، يا رب مين؟ يبصب ويمدي سامة عليكم، يعني يعاني بعد كده، بص، لازم عشان تعرف تحاسب اللعيب، لازم يبقى فيه حاجات معينة كده، تقوله والله هيتمشي على احد اتنين تاتة اربعة، ما انت مش مودي له واحد اتنين تاتة اربعة، فهتحاسب عليه، تفهم قصدك؟ كلعيب، ما فيه سيستم بالمناسبة، يعني رابط الحاجات اللي هي بقولك عيها كلها،